اختتمت في البحر الميت أعمال الدورة القضائية الثالثة للمحاكم الكنسية الأوثلوكسية والتي عقدت بعنوان سر الزواج المقدس والنظرة الشفائية في القوانين الكنسية وقد رحب سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأوثلوكس بالمشاركين من قضاة ومحامين من الأردن وفلسطين مثمنا حضورهم ومشاركتهم بمثل هذه الدورات التي تسعى لتطوير العمل القضائي الكنسي وخدمة العدالة والعائلة المسيحية وقدمت سيادته محاضرة عن قانون العائلة المسيحية الجديد والتحديات التي تواجه المحامين والأطراف في التنفيذ كما تضمنت الدورة محاضرات حول إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكنسية وانعكاس قرارات الأهلية على الأبناء وكيفية التعامل مع القضايا الأسرية تلاها جلسات نقاشية عديدة بين سيادة المطران والمحامين حول دورهم في الحفاظ على الأسرة